السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في تقنية رقمية ثلاثة في وحدة مستندات ونماذج وتقارير الأعمال في درس نماذج الأعمال واحد في الدرس السابق تحدثنا عن أفضل ممارسات التصميم ونموذج فاتورة بيع وإنشاء فاتورة بيع في برنامج سكريبوس بحيث قمنا بتعيين حجم النموذج وتغيير الشبكة واستيراد صورة موجهة وإدراج إطار نص وإضافة لون جديد هذا كان التطبيق العملي أو مختصر للتطبيق العملي في الدرس السابق بحيث أنه من قائمة ملف نأخذ جديد ثم نقوم بتحديد خيارات المستندة المطلوبة لدينا من الحجم الأيفور ووحدة القياس المليمتر ثم في الهوامش نقوم بتغييرها كما هو موجود في الكتاب بمعدل 12.7 للخيارات الأربع أو الهوامش الأربع اليسار واليمين وأعلى وأسفل المستند ثم نختار موافقة بعد ذلك من قائمة عرض نأخذ الأدلة والشبكة ونتأكد من عرضهم إذا كانوا غير معروضين نضع علامة صح للتأكد من عرضهم ثم من قائمة ملف أيضا دخلنا على إعدادات المستند ثم الأدلة نغير الالتقاط أو مسافة الالتقاط كما هي في الكتاب من عشرة إلى تسعة أما نصف القطر فتبقى كما هي أربع ثم من قائمة ملف استيراد صورة موجهة ونختار الصورة بامتداد الأي آي التابعة لي الإلستريتر ثم نأخذ استخدام الجزء الخاص بالأي آي وليس البي دي إف ثم نضع الشعار الذي قمنا بتصميمه سنضعه في منتصف أعلى الصفحة ونعمل له معايرة للتأكد منه يكون في منتصف الصفحة بعد ذلك من إدراج النص أو مربع نص نضع إطار النص بهذا الشكل ثم من إعدادات النص نقوم بتحديد النوع والنص المطلوب ونوع الخط وحجم الخط ونضع لعملية توسيط ثم نؤكد على الحفظ وعرضه فتظهر لنا بهذا الشكل فاتورة بيع أيضاً من نوافذ خصائص النص الألوان والتأثيرات لكي نقوم بتغيير لون النص الموجود لدينا لاحظنا تغير اللون لللون الأخضر من اللون الأسود ثم من قائمة تحرير الألوان والتعبئة عندما نريد إضافة ألوان أخرى عن طريق إضافة ثم نقوم بتسمية اللون الجديد اتفقنا أنه سنأخذ لونين أخضر فاتح واللون البرتقالي قلنا إما بالمؤشر تسحب أو تضع القيم في الـ CMYK الألوان بهذا الشكل أو بهذه الطريقة هنا اخترنا اللون البرتقالي أضفناه في قائمة الألوان أيضاً نضيف لون آخر اتفقنا أن نضيف اللون الأخضر الفاتح ثم نعطيه موافق وهكذا أضفنا لونين لقائمة الألوان والتعبئة في هذا الدرس بإذن الله سنتحدث عن إدراج شكل وإعطاء لون إعطاء الشفافية إدراج جدول تعديل خلايا الجدول تعديل نص الجدول محاذات العناصر وتوزيعها وأخيراً معاينة الملف سؤال عزيزي الطالب ما فائدة المحاذات والتوزيع للعناصر في المستند عندك مجموعة من العناصر مثل هذه العناصر الموجودة في الفاتورة البيع أمامك عندك هذه المجموعة العناصر ما فائدة المحاذات والتوزيع لهذه العناصر في إدراج شكل وإعطاء لون من قائمة إدراج نأخذ شكل ثم الأشكال الإفتراضية ونختار الشكل المستطيب أولى هذه الأشكال ثم من قائمة نوافذ الخصائص ونضيف اللون عن طريق الخصائص بعدما نختار الخصائص هنا من كالر نضيف اللون المطلوب اللون الأخضر ونغير الدرجة له إلى 10% بهذه الخطوات نلاحظ من إضافة ثم شكل نضيف الشكل الإفتراضي المستطيل ثم من نوافذ نأخذ خصائص ونفتح قائمة كالرز الألوان ونختار اللون المطلوب ونقوم بتعديل القيمة إلى 10% بعد ذلك ننتقل إلى إعطاء الشفافية أيضا من قائمة نوافذ الخصائص نلاحظ هنا الشفافية خيار الشفافية وقائمة الشفافية نحول عملية الظهور إلى 80% نلاحظ هنا أن بعد إعطاء هذه القيمة الشبكة الموجودة خلف هذا المستطيل ظاهرة أمامنا إذن هذا المستطيل أعطيناه قيمة شفافية بهذه الخطوات نوافذ ثم خصائص الشفافية نلاحظ القيمة الافتراضية الهامية بالمئة لا يوجد شفافية فنقلل القيمة لدينا في عملية الظهور وننهي هذه العملية في إعطاء زوايا دائرية للأشكال من قائمة أيضا نوافذ خصائص نلاحظ لدينا هنا في الخصائص في الشكل خصائص الشكل لدينا الزوايا الدائرية الزوايا الدائرية القيمة الافتراضية لها دائما صفر فنغير القيمة على حسب احتياجنا وننظر إلى الشكل ننظر ما هي القيمة المناسبة ونقوم بتغيير الزوايا بناء على القيمة الموجودة لدينا إذن قلنا من نوافذ خصائص نلاحظ هنا القيمة الافتراضية لدينا صفر فنغير القيمة لدينا تلاحظ مباشرة أن نتغير الشكل أمامك إلى شكل قريب من الشكل البيضاوي لإعطاء زوايا دائرية بعد ذلك لدينا إدراج جدول إدراج جدول أيضا من قائمة إدراج ثم جدول نختار عدد الصفوف وعدد الأعملة كما في الكتاب تسعة وستة لدينا بهذا الشكل فيدرج الجدول مباشرة في الخطوات نلاحظ لدينا إدراج ثم جدول نقوم برسم الجدول بالسح مباشرة نحدد عدد الصفوف تسعة وعدد الأعمدة ستة ثم نعطيه موافق فنلاحظ هنا لدينا أن نقوم بإنشاء الجدول فنقوم بإدخال البيانات في هذا الجدول من حيث رقم الصنف وعسم الصنف والكمية وسعر الوحدة والخصم وأخيرا الإجمال في تعديل خلايا الجدول أيضا من قائمة نوافذ خصائص نلاحظ لدينا هنا نقوم بالتعديل بناء على هذه الخيارات الموجودة لدينا من حيث الإطارات الجدول ومن حيث عرض الجدول ونوع الخطوط المستخدمة فيه واللون المستخدم فيه بحيث تكون بهذا الشكل نلاحظ هنا في الكتابة دائما المحاذات دائما على اليسار لا يوجد محاذات فنقوم بتعديل هذه الخصائص لهذا الجدول وتعديل حجم الخط نلاحظ لدينا هنا الآن قمنا بتعديل هذا الحقل أيضا في الإطارات الموجودة له كما هي موجودة في الكتاب واللون المستخدم له ثم التعبئة أو لون التعبئة لهذا الحقل بعد ذلك لدينا تعديل نص الجدول أيضا قلناه من نافذة أو من نوافذ ويندوز ثم خصائص النص ونقوم بتعديله بناء على أن عدد الأعمدة أو المحاذات المحاذات نضعها في المنتصف نضعها في المنتصف دائما المحاذات تكون في التوب أو في القمة فنضعها في المنتصف لاحظة دينا هنا من الأعمدة ومسافة النص افتراضيا يضعها في القمة فنحن نضعها في المنتصف تلاحظ رقم الصنف الآن تغير وأصبح في المنتصف محاذات العناصر وتوزيعها بعد إدراج العنصر كما رأينا إدراج عنصر مستطيل فعرفنا من أين ندرج هذا العنصر لتكرار هذا العنصر عن طريق النقر ب كنترول زائد دي كنترول زائد دي في لوحة المفاتيح ليقوم بتكرار هذا العنصر بعد ذلك ننتقل إلى نوافذ ثم محاذات وتوزيع نلاحظ لدينا هنا في عملية المحاذات في عملية المحاذات نختار نوع المحاذات المطلوبة إذا كانت مثلا إلى اليسار أو محاذات إلى اليمين أو ما هو العنصر الذي ستتم عليه عملية المحاذات هنا العنصر الأول افتراضيا فتستطيع تحدد العنصر الذي ستتم عملية المحاذات بناء عليه ثم ننتقل إلى توزيع العناصر توزيع العناصر نستطيع أن نضع توزيع العناصر وتحديد المسافة بين هذه العناصر أثناء عملية توزيع واختيار نوع التوزيع المناسب مع تحديد المسافة المطلوبة للتوزيع عن طريق إدراج شكل نختار المستطيل ثم نقوم بإدراج هذا المستطيل ثم من الخصائص نقوم بتعبئته باللون المطلوب بناء على النموذج الموجود لدي ثم بالكنترول دي كما قلنا لتكرار هذا العنصر من نوافذ نقوم بعملية المحاذات والتوزيع ونختار عملية المحاذات ثم عملية التوزيع ونضع المسافة المطلوبة تلاحظ هنا عدل المسافات بينهم وتحدد المسافة المطلوبة بين هذه العناصر عنصر التباعد لدينا وتنهي عملية المحاذات والتوزيع لهذه العناصر معاينة الملف من قائمة عرض ثم عرض ولدينا هنا أو أسلوب أو طريقة العرض المستخدمة لاستبعاد الشبكات والأدلة بحيث تلاحظ هنا استبعدنا الشبكات والأدلة فيها وظهرت لدينا أو ظهر لدينا النموذج بالشكل الذي سيطبع عليه إذن ظهر لدينا النموذج بهذا الشكل خطوات معاينة الملف كما قلنا من قائمة عرض ثم أسلوب العرض نلاحظ لدينا هنا نستطيع أن نعرض الملف مباشرة بإبعاد الأدلة والشبكة في هذا الدرس طبقنا ما يلي بهذا الشكل كل ما يعزيز الطالب في عملية إدراج شكل قمنا بإدراج قائمة إدراج ثم شكل مراجعة سريعة إلى الشكل الافتراضي ثم أخذنا الشكل المستطيذ بعد ذلك من نوافذ نأخذ خصائص ثم نختار اللون المطلوب بإمكانك تغيير القيمة إما عن طريق الأسهم أو بالكتابة هنا يكون إعطاء اللون لهذا الشكل إعطاء الشفافية بعد أن نكتب القيمة داخل المستطيل من نوافذ ثم خصائص ننزل هنا على الشفافية ونغير القيمة من 100 إلى 80 في إنشاء الزوايا الدائرية لهذا الشكل من الخصائص أيضاً لدينا زوايا دائرية في الشيب في شكل في قائمة شكل نغير القيمة تلاحظ إلى 6 مباشرة تغيرت الزوايا فيه في إدراج جدول أيضاً من إدراج من قائمة إدراج جدول نحدد عدد الصفوف بتسعة وعدد الأعمدة بستة ونختار موافق ثم نقوم بإدخال النصوص الموجودة في الأعمدة أو في حقول الجدول نلاحظ هنا ندخل رقم الصمف ونلاحظ في عملية الإدخال لا يوجد تنسيق للنص لا يوجد تنسيق النص مباشرة يضعه بالقيمة الافتراضية لحقول الجدول سنقوم بالتنسيق فيما بعد ندخل في البداية القيم رقم الصمف اسم الصمف الكمية السعر الوحدة الخصم الإجمال بعد ذلك للتنسيقات مباشرة نقوم بالتحديد وتعديل نوع الخط وتعديل حجم الخط بهذا الشكل نلاحظ ما زال والتوسيق طبعاً ولكن ما زال في الأعلى القيمة في الأعلى في تعديل خلايا الجدول أيضاً نغير القيم كما هي موجودة في الكتاب تغيير اللون إلى الأبيض وتغيير التعبية تعبية الحقل إلى اللون الأسود وتغيير حدود الحقل بناء على هذا المربع في تغيير حدود الحقل ثم يتبقى لدينا في تعديل نص الجدول التوسيق نأخذه من هنا التوسيق أو المحاذات الأفقية نأخذه نضع فيه المنتصف بدل ما كان فيه القمة تلاحظ الفرق بين رقم الصنف واسم الصنف أيضاً في محاذة العناصر وتوزيعها من إدراج شكل ونرسم الشكل المستطيل المطلوب ثم من خصائص هذا الشكل نقوم بتعبئته باللون الأسود تكراره عن طريق زر كنترول دي على لوحة المفاتيح ثم نحدد هذه الأشكال المطلوبة لنعمل لها محاذات من قائمة نوافذ نأخذ محاذات وتوزيع نضع محاذات إلى المنتصف ثم في عملية التوزيع أيضاً نؤكد على التوزيع في المنتصف ثم في عملية التوزيع نضع التباعد بين الخلايا أو تساوي التباعد بين الخلايا ونضع القيمة أو المسافة هي ثلاثة في معاينة الملف بعد أن ننهي كافة الحقول كما أخذنا من قائمة عرض نأخذ نموذج العرض أو سلوب العرض ويتضح أمامنا الملف بهذا الشكل سؤال عزيزي الطالب بناء على ما تعلمت في هذا الدرس صمم لمعلمك نموذج لسيرتك الذاتية أو نموذج لفاتورة بيع شكراً لكم على حسن المتابعة ونلتقيكم بإذلاف الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته